هل هاد الشخصيات هادو اللي تنشوفوهم حنايا تشاهروا في واحد طرف واجيز وبدون مقدمة كيف ما تقولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي هادو هادو الأشخاص هادو شخصيات ناشيحة فعلا هادو السؤال اللي خطوية تترح لأن دائما تنشوفوا واحد الشخص مثلا تي صافر بزاف عايش واحد الحياة ديل انهو ديل البدخ ديما مسافر ديما ديما سعيد في الحياة ديلو ديما كيمتل على الناس انهو سعيد هو مرتو ماتلان او لا انهو تي عيش الحياة ديل البدخ وش فعلا هادو الأشخاص هادو أشخاص ناجحين هادو السؤال اللي خطوية تترح فالجه هنا نشوفو الواقع قلقاوه مخالف تماما نشوفو موقع التواصل الاجتماعي وموقع التواصل الاجتماعي عطت فرصة البزاف ديل الأشخاص اللي عندهم فراخ في الحياة ديلهم انهم يصنعوا واحد الحياة مزيفة بأقل التكاليف يعني يكفي انه برو شارج ديل ديال الانترنت انني نكري واحد الحياة ونبين الناس انني نعيش واحد الحياة اللي ماشي ديالي نتصور في طنبيل ديال صاحبي وندير طنبيل ديالي نتسلف واحد اللبسة ومشي ندوز بها في طاب بغوج باش نتقلد بواحد عارضة الأزياء اللي كينا في الزيتازوني كتوشي عشرين مليون ديال دولار في الشهر نمشي مثلا نمثل انا وزوجة دياللي ديال اننا احنا سعاداء وحنا كوب الميتالي وانما الكواليث اللي يعلموا بها إلا الله ذلك شيعليش هذا هو eight هذا هذا هو المشكل يعني دائمًا تنبينوا هدك loves achamnia ديال البيك ديال الميتالية لهدف أن بزاف ديال الأشخاص أو نقدروا سميوا بضحايا تكونوا ضحايا ديال ديال الأشخاص هذو إذا كانت لشيء ديال النوقات اللي تخليوا الإنسان أنه يتشهر في ضرف واجيز في هذا موقع التواصل الاجتماعي النقطة رقم واحد هو الضحك الفكاهة ومنها الفكاهة الهادفة اللي مع الأسف قليلة قليلة ديال النس اللي كيتشهروا بذلك الفكاهة الهادفة وكي الفكاهة الباسلة كما تيقولون تافيها شي واحد قال شي جملة أو شي واحد قال شي مصطلح صافي كي يدير لبز وكي يقول لي كل شي يهدر عليه خبير كي النقطة رقم جوج مورا الفكاهة هو الفضح أعراض الناس والكلاشات والمعيور أنا عائرت هذي أنا درت هذي أنا لبستي حسن من لبستك أنا طويل أنا قصير أنا درت الرجيم أنا صيبت سناني هذك شوف كي يخرج معها هذي هذي كي يدير هذي سيد لانفروماتيون كورت هذي النقطة رقم جوج النقطة رقم ثلاثة هي إبراز المفاتين إبراز المفاتين يعني الإغراء باش نتسامل واحد الفئة كبيرة ديالنس طبقنا الضحك الضحك الباس اللي تيكون أغلبية ديال تيكون تفاهق تخربق ومع الأسفة تشيك الترسيل بين على واحد الجنراثيون اللي طالعة النقطة رقم جوج قلنا هو هذي الكلاشات وهذا الفتح أعرض الناس على قبل باش نجيب نسبة المشاهدة النقطة رقم ثلاثة هو إبراز المفاتين ألوخ هنا كي المسؤولية اللي كتخلي هذي الناس هذو يتشهروا هي المسؤولية ديال الأطراف وهنا عدتني بلا من بلا من نشوف باداك المنطقة ديالة طلعت يقول الكرموس نزلش كون غالالك هنا كنت تقصد الإعلام ديالنا الإعلام ديالنا بجميع المكوينة دياله تيلعب واحد دور كبير باش كي يشهر هذي الأشخاص هذو هذي الأشخاص هذو كيتشهروا واحد شوية عبر اليوتيوب عبر الصفحات الخاصة ديالهم ولكن ما كيتشهرواش بواحد درجة كبيرة لكي يوالعنوا بواحد تأثير كبير في المجتمع بدون مساعدة ديال الإعلام لأنه كي يزيد يدخمهم الطور ديال الإعلام مقود ما كيعود المعلومة كتدخل في لسيب كونسيون في العقل الواعي ديال المواطن هذي نقطة مهمة النقطة رقم جوج المسؤولية تانية هي المسؤولية ديال الرأي العام أيضا فإلا كنتي انتكت تنتقد أن التندانس مثلا في اليوتيوب في التفاهة فها ما تدخلش تفرج فيه وباش ما تدخلش نتفرج فيه ما خلصوش يطلع عندي في التندانس وإلا جاني نشوفوا القانوات اللي طالعا في التندانس كالقاوها جرائد إلكترونية إعلام اللي عندهم قانوات في الماليين ديال المنخارطين وتطلع هذيك الشخص أولى هذيك هذيك السيد اللي تيروج لشي حاجة تفاق كندوز 24 ساعة عشنو كتدير 24 ساعة في النار ديالك من غير نعاسو الماكلة قد قطال على هابط في اليوتيوب نهار كامل قد قطال على هابط في الفيسبوك نهار كامل 24 ساعة إلا خديت جوج تسويع في النهار ما كندوز لجهة تسويع إلا خديت جوج ديال السويع في النهار وتعلمت فيهم واحد الهواية يا إما الرسم يا إما نشغل في الانترنت نبيع ونشرية فكون على يقين أن الحياة التي تتغير المدة 325 سنة لمنحها النفسية لمنحها التفكير ومنحها القيمة المضافة لمنحها التفكير لمنحها التفكير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر